اشتركوا في القناة أن التحليل هو تحويل المجموع إلى جداء أي أنني في نهاية كل تمرين يجب أن أقول قد تخلصت من كل مجاميع الحدوث الجبرية وحصلت على حد واحد هو عبارة عن جداء أقواص طبعاً درسنا التحليل بإخراج العام المشترك والتحليل بالتجميع أيضاً التحليل باستخدام متطابقات لم ندرسه بعد والتحليل المباشر هذا ما بقي لدينا أما اليوم فسندرس التحليل باستخدام المتطابقات التربيعية إذن ما هي المتطابقة التربيعية التي ذكرناها في الدروس السابقة؟ نتذكر معاً أنه كان لدي ثلاث متطابقات مربع مجموعة حدين ومربع فرق حدين ومجموعة حدين بفرقهما طبعاً هذا الاتجاه هذا الاتجاه دعوناه اتجاه نشر أما الاتجاه المعاكس فهو اتجاه التحليل ومن خلال الأمثلة التالية سنستعرض كيف سنقوم بتحليل كثيرات الحدود باستخدام المتطابقات التربيعية إذن حلل كثير الحدود التالية وهي أمثلة محلولة في الكتاب صفحة 90 إذن لدي كثير الحدود التالي أكس مربع ناقص تسع طبعاً هنا ثنائي الحد ثنائي الحد حدين فقط أكس مربع هو الحد الأول ناقص تسع هو الحد الثاني هذه المتطابقة هي من الشكل الثالث هي من الشكل الثالث كيف سأقوم بتحليل كثير الحدود هذا باستخدام طبعاً المتطابقات التربيعية طبعاً على اعتبار أنه ثنائي الحد وهي أمثل المتطابقة الثالثة فأقوم بتشكيل المتطابقة الثالثة طبعاً الطرف الثاني من المتطابقة الثالثة وهي مربع العدد الأول ناقص مربع العدد الثاني إذن فأكتب مربع إكس ناقص مربع ثلاثة طبعاً على اعتبار أن العدد تسعة يكتب ثلاثة للتربية إذن أكتب مربع العدد الأول ناقص مربع العدد الثاني كيف سيتم التحليل أفتح قوسين طبعا هذين قوسين مضربين ببعضهما أي قوس الأول جداء بالقوس الثاني ماذا سأكتب داخل القوسين طبعا لدي X مربع ناقص ثلاثة للتروية ففي القوس الأول أكتب X وفي القوس الثاني أيضا أكتب X أي X مربع أكتب X في القوس الأول وX في القوس الثاني وكأنني وزعتها على القوسين طبعا لا أنسى أن القوس الأول هو مجموع حدين والقوس الثاني هو طرح حدين أو فرق حدين ما هو الحد الثاني الذي سأكتبه بعد إشارة الجمع نعم إنه العدد ثلاثة طبعا في القوس الأول ثلاثة وفي القوس الثاني ثلاثة فأكون قد حللت كثير الحدود أو ثناء الحد والنقل إلى جداء كوسين متوصلت إلى تطبيق تعريف التحليل وهو الانتقال من مجموعة إلى جداء واستخدمت هنا المتطابقة التربيعية الثالثة ومع المثال الثاني طبعا هنا Y مربع زائد 8Y زائد 16 طبعا هنا نلاحظ أنه لدي ثلاثة حدود إذن إذا كان ثناء الحد وبين X مربع ناقص مثلا 9 ناقص 16 يعني X مربع ناقص عدد آخر للتربيع فأطبق المتطابقة الثالثة أما هنا فلدي ثلاثة حدود هل يصلح أن أطبق المتطابقة الثالثة؟ طبعا لا أتذكر أن المتطابقة الأولى أو الثانية كان نشرها مربع الأول زائد ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الثاني إذن سينتج لدي عند نشر المتطابقة الأولى ثلاثة حدود بعد النشر إذن هل أستطيع هنا استخدام المتطابقة الأولى في تحليل هذا كثير الحدود هذا؟ لنرى معا كيف سيتم ذلك إذن Y مربع أتركه كما هو هل تذكر؟ إذن مربع الأول زائد ضعفي الأول في الثاني بالنسبة لكثير الحدود هذا من هو الحد الأول؟ طبعا اعتبرت أن الحد الأول هو Y والحد الثاني هو أربعة إذن وكأنني أخذت جذر الأول جذر أو إشارة الحد الثاني جذر الحد الثالث أنتبه جيدا ماذا فعلت كي أقوم بالتحليل؟ طبعا هنا يقول طالب لماذا كتبنا بهذا الشكل؟ كي نتذكر معا خطوات المتطابقة عند النشر مربع الأول زائد ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الثاني وهل فعلا كثير الحدود هذا يمثل المتطابقة الأولى؟ نعم إنه يمثلها إذن نعود الحد الأول Y مربع إذا جذرت الحد الأول فأضع جذره في داخل القوس طبعا Y مربع تحت الجذر هي Y الحد الثاني بالنسبة للمتطابقة أو الثالث بالنسبة للحدود الجبرية أو كثير الحدود ولنقول الثالث نعم أربعة للتربية أي تحت الجذر أي أربعة الإشارة ما بين ال-Y والأربعة هي من الحد الثاني إذن ننتبه جيدا إذن الحد الأول Y مربع قمنا بجذره فأعطاني قيمة Y أخذنا إشارة الحد الثاني وهي الموجب وأخذنا أيضا جذر الحد الثالث وهو أربعة فكتبت Y زائد أربعة للتربية نعم Y زائد أربعة للتربية وأستطيع كتابتها Y زائد أربعة مضروبة بY زائد أربعة أجداء قوسين ببعضهما البعض نعم إذن هذا هو كثير الحدود مؤلف من ثلاث حدود جبريل يمثل المتطابقة الأولى لكنني الآن أنتقل من النشر إلى التحليل أي أنني أتجه باتجاه التحليل طبعا في الدرس الماضي بدأنا عندما أخذنا المتطابقات كان لدي Y زائد أربعة للتربية مربع الأول كان Y مربع ضعفي الأول في الثاني كان 8Y ومربع الثاني وهو 16 فهذا الاتجاه دعوناه نشر الآن سأتجه باتجاه التحليل نعم لدي مثال آخر X مربع ناقص 2X زائد واحد طبعا أيضا ثلاثي حدود حد الأول X مربع الثاني ناقص 2X والثارث زائد واحد إذن فهو لا يمثل المتطابقة الثالثة هل يمثل المتطابقة الأولى؟ طبعا نلاحظ أنه يوجد إشارة سالب عند الحد الثاني ناقص 2X إذن فلا يمثل المتطابقة الأولى إذن المتطابقة الأولى والثانية تقريبا نفس الشيء إذن لكن يختلف لدي عملية الجمع أو عملية الطرح إما مجموح حدين أو فرق حدين طبعا الأولى مجموع حدين الثانية فرق حدين طالما أن الحد الثاني وضع أمامه إشارة السالب فهو يمثل المتطابقة الثاني إذن نكتبه بالصيغة التفصيلية X مربع مربع الأول ناقص ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الثاني هذه الصيغة التفصيلية التي اتفقنا عليها في درس المتطابقات من هنا من يمثل الأول X ومن يمثل الثاني 1 طبعا إذا عدنا بالاتجاه لآخر فX مربع ناقص 2 X زائد 1 تربيع أي زائد 1 الآن سأعود لكم الفريقي باتجاه التحليل ماذا سأكتب؟ طبعا أفتح قوسين للتربيع ماذا سأكتب داخل القوسين؟ نأخذ جذر الحد الأول جذر الحد الأول فأكتب X إشارة الحد الثاني فأكتب سالب وجذر الحد الثالث وأكتب 1 طبعا X ناقص 1 للتربية ويمكنني إكمال التحليل بأن أكتب X ناقص 1 مضروبا X ناقص 1